بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم ازكري عبدالعالي ام في بي ميكروسوفت ونواصل في دورة ماوي بلايزر الدرس الخامس والاربعون في هذا الدرس سنتعلم كيف نتعلم مع التومبليت جديد اضيفه على ال .NET 9 وهو تومبليت يسمح لنا بانشاء تطبيق موبايل ماوي ايبريد عن طريق بلايزر طبعا ولكن في نفس الوقت واب اي انشاء تطبيق واحد وبكود سورس واحد نستطيع ان يكون تطبيق سطح المكتب عن طريق ماوي طبعا بلايزر او ماوي ايبريد ويكون تطبيق موبايل اندرويد وايو اس وايضا تطبيق سطح مكتب ماك وكل ما يعمله ماوي بالاضافة الى ذلك سيكون تطبيق واب عادي مثل ما نعمل بلايزر يعني تطبيق واب اصومبلي او تطبيق سيرفر سايد او تطبيق سيرفر يعني واب سوكات بلايزر سيرفر اذا انا قمت بالتجربة واردت ان اتقاسم معكم هذه التجربة فلذلك هي في شكل فيديو لكن سنشرح مع بعض ان شاء الله قمت بتنزيل فيزيو سيديو بريفيو 22 يعني 2022 وحددت انني اريد استعمال ماوي وطبعا الواب بلايزر احتاج الى الواب واحتاج الى ماوي وقمت بالانتظار حتى يقوم باضافة يعني التثبيت بطريقة سليمة الان بحثت على .NET 9 بريفيو كما تلاحظون هي .NET 9 بريفيو خمسة بعد التنزيل اذا قمنا بتنزيل فيزيو سيديو بريفيو وايضا .NET 9 بريفيو رقم خمسة ننتظر حتى يكمل التثبيت هذا التنزيل طبعا وبعد ذلك التثبيت اذا انتهينا هنا من التثبيت بزيو سيديو وايضا .NET 9 بريفيو والان تحصلنا على المشروع اذا هنا في هذا الفيزيو سيديو لم نتحصل على ماوي للواب يعني فقط ماوي القديم يعني فعندما نختار بلايزر مثلا بلايزر ايبريد او هنا تطبيق ماوي بلايزر العادي يعني الذي اعملنا لحد الآن هذه الدورة كلها خاصة ببلايزر ماوي بلايزر وعندما نحدد الواب لا نجد ماوي نجد فقط يعني بلايزر او اسباير او ادات العنقلار والرياكت يعني الاشياء الابي اي الى اخره من الاشياء الخاصة بالواب لو اخترنا ماوي هنا نجد فقط اربع فراموركات اللي هو ماوي لتطبيقات ماوي بلايزر وماوي كلاس ليبريري يعني وايضا ميليتي ماوي ميليتي بلاتفورم او ميليتي بروجيكت لكن ماوي ابريد اند واب غير موجود هذا التمبليت الجديد الذي اضيف غير موجود فلنذهب ونثبيته عن طريق فهناك تعليم .NET تسمح لي بعرض قائمة يعني الاشياء التي ثبتت يعني الاشياء الغير موجودة والتي ثبتت وايضا عن طريق انستال نستطيع تثبيت طبعا هنا لازم نضيف list .NET workload list كي نستطيع مشاهدة list نعم list وهنا مثل ما تعلمنا يعني الواب اصوم اللي قلت لكم يعني واسي عفوا قمنا بذاء نفس الدرس يعني في واسي وقلنا ان واسي هو واب اصوم ليشتغل على سطح المكتب يعني بدون واب فيو وقمنا بتثبيته عن طريق هذه التعليمات هي workload install هنا نجد ان ماوي ويندوز مثبت لكن نحتاج الى كل ما هو يعني update يعني او تحديث للاشياء التي تخص ماوي فلذلك نكتب ماوي انستال يعني انستال ماوي انستال ماوي هنا سيبدأ بتثبيت كل الاشياء الجديدة والتي تخص ماوي على المنصة بالضطنت الجديدة وهي فهذه التعليمات انستال سنسرع الفيديو قليلا طبعا طبعا بدأ يثبت في ماوي وكل الاشياء الخاصة بماوي طبعا ربما هناك يعني اختصار التعليمات لم اجدها لكن لتثبيت فقط الاشياء التي نريد يعني نحذف البقية يعني هم اشياء اضافية لسنا بحاجة الها في هذا الدرس فلذلك ربما هناك تعليمة يعني لاضافتها في تسمح باضافة فقط الاشياء التي تحددها مثلا هنا بلايزر إبريد أندوب هذا هو المطلوب اريد ان اثبت هذا فقط ربما هناك تعليمة لتثبت لانه اشتغل حوالي اربعة اه خمسة عشر دقيقة يعني لتثبيت كل الليبريري التي اضافها اضافها لكن في الاخير نحتاج الى شيء واحد وهو هذا التنبلات الجديد اذا نعمل ران للفيديو سيديو بريفيو لكن هذا الران سنجد مشكلة بعدين يعني لان هذا الران بدون ادمين يعني ليس له الصلاحيات للكتابة في القرص وتنفيذ اشياء فلذلك ستلاحظون بعد قليل ستحدثنا كمشكل سنتعرف عليها مع بعض بعد قليل هنا نحدد ماوي فلاحظ ان عندي تنبلات جديد اسمه ماوي ابريد اند واب اب اذا هو تطبيق ماوي بلايزر ابريد طبعا يعني طريقة العادية البلايزر كما شرحنا في الدروس السابقة انك تستطيع استعمال ابريد مع البلايزر او تستعمل ايضا تعليمات نايتف خاصة بماوي العادي مع البلايزر ايضا يعني زر في البلايزر على الواب فيو ينفذ تعليمات نايتف يعني بدون لا تشتغل على المتصفح لكنها تشتغل في الخلفية يعني في النظام فلذلك بلايزر يعني نستطيع ان تكون فقط الواجهة ابريد والباقي كل تعليمات تكون عن طريق ماوي يعني نايتف ولذلك بلايزر نستطيع دمجهما بين الابريد والنايتف لكن في هذا المثال او في النوع هذه التطبيقات التي سيكون واب فلابد ان يكون ابريد وإلا لن يشتغل لانك عند تنفيذ اشياء خاصة بالنايتف على المتصفح وهو تطبيق الواب لا يشتغل لاحظ هذا التطبيق عندما اخترت بلايزر سيرفر بلايزر وابا صوملي فاضاف اربع تطبيقات في السولوشن تطبيق شار اوقف الفيديو هنا تطبيق الاول هو تطبيق ماوي موبايل يعني ماوي كروس بلاتفورم او موبايل وسط المكتب بنفس الطريقة وبعد ذلك شارد لهو تطبيق المشترك اين ستضع السورس المشترك ما بين تطبيق الواب وتطبيق الموبايل وبعد ذلك ماوي وابكليونت هو منطقة تعلمون مع الضوتنات الثمانية اصبح عندنا يعني نستطيع استعمال واب أب واب أب وايضا دمجهما بين سيرفر رندرينج وايضا سيرفر سايد يعني الواب سوكت فعندي تطبيق واحد لذلك اصبح عندي تطبيقين الاول يكون عبارة عن باكن نستعمله كأبي والثاني يكون كليونت وهو وب اسملي اذا عندي تطبيق الاول هو عبارة عن ماوي موبايل التطبيق الثاني هو عبارة عن السورس كود اينها سنكتب سورس الكود الخاص بالمشترك السورس كود المشترك ما بين تطبيق الموبايل والويب التطبيق الثالث هو عبارة عن ابي اي او الباكند الخاص بعد دوت نت ثمانية اصبح عندي باكند نستطيع استعماله كأبي اي لتنفيذ الويب اسملي واستغلاله نستطيع ايضا استغلاله عندما يصبح ابي اي من الموبايل اذا هنا سيكون عندي تطبيق الموبايل تطبيق مشترك الابي اي وتطبيق الويب اسملي اذا لاحظفي الويب اسملي هناك نفس المجلدات ليس هناك اشياء كثيرة نفس المجلدات لكن الكود لن انكته farmer لن كتبه في منطقة الويب ولي intuit we build إلا الاشياء الابادية التي تتخص الموبايل ربما تحتاج عن شيء لا تستطيع استعماله في الويب او خص الموبايل فتضيفه في تطبيق الموبايل وعندما تحتاج اشياء ايضا خاصة بالويب ولا تخص تطبيق الموبايل فتستطيع إضافتها في هذا التطبيق نكمل إذن الصفحات وكل شيء هو في تطبيق شيرد وليس في تطبيق الماوي أب أو الويب ثم نختار سيرفر هنا حصلت المشكلة في تنفيذ الإكزي أظن بعد ذلك اخترت الويب أصوملي نعم هنا سنختار عفوا في البداية اخترنا الويب أصوملي الآن سنختار سيرفر عندما نختار السيرفر طبعا هو تطبيق واحد على مصور باكان يعني تطبيق ويب سوكات اللي هو بلايزور سيرفر يشتغل في تطبيق واحد يعني فلذلك هنا عندي ثلاث تطبيقات التطبيق الأول هو الموبايل التطبيق الأخير هو الويب اللي هو ويب سوكات والتطبيق المتوسط هنا هو المشترك والذي سنكتب فيه الكود أو الصفحات المشتركة والكمبوننتات المشتركة ما بين التطبيقين إذن نحن لا نعمل البرمجة على مستوى تطبيق الأول وتطبيق الأخير بل نعمل البرمجة فقط في تطبيق شيرد إلا للأشياء المخصصة كما قلت سالفا هنا نفت المشروع يعني حددت قلت له نفت مشروع تطبيق الويب وتحصلت على تطبيق سيرفر صعيد أو عفوا ويب سوكات تطبيق يعني بلايزور سيرفر كتطبيق ويب بعد ذلك أستطيع أن ألاحظ الكمبوننتات الموجودة هنا فقط الأشياء الخاصة بالإضافية ولا توجد صفحة الكونتر وصفحة الهوم كلها موجودة في شار من المفروض يعني تكون هنا في هذه المنطقة في شار نعم لاحظ هي في منطقة شار عندي الكونتر عندي الهوم عندي الـ 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 الذي يحمل الضاطا وأيضا تطبيق موبايل فارغ يعني فيه الأشياء الخاصة به وليس بتطبيق المشرك هنا لابد أن أنفذ أني أريد تطبيق يعني تنفيذ على سطح المكتب فقال الفيزيو السيديو لديه صلاحيات فنفذته في شكل أدمن بعد ذلك استطاع التنفيذ المشروع كما ستلاحظون الآن في سطح المكتب وأيضا استطاع التنفيذه بعد ذلك على إميلاتور في شكل موبايل يعني أظن أن الدرس سنتوقف هنا الدرس واضح هو أن عندي فرموورك جديد هذا الفرموورك أو تومبليت وليس فرموورك لأن نفس الفرموورك هو عبارة عن بلايزر ماوي الفرموورك يعتمد على ابتداء من دوتنا الثمانية أصبح تطبيق الماوي وباب يعني بلايزر عفوا وباب يعني ماوي بلايزر وباب بالإضافة إلى ماوي إبريد هي ماوي بلايزر القديم يعني تميجا كليهما في مشروع واحد في طمبلايت واحد هذا الطمبلايت إذا أخترنا ماوي سيرفر يعني بلايزر سيرفر فيكون عندي ثلاث تطبيقات التطبيق الأول هو خاص بالموبايل التطبيق الأخير خاص ب بلايزر سيرفر والتطبيق المشترك أين تضع فيه المكونات المشتركة وصفحات والكود إجماليا الكود هذا فقط لعملية كومبايل وعملية تنفيذها على الموبايل والآخر على تنفيذها على سطح المكتب لتعمل بيبليش لأنك عندما تعمل بيبليش أو سي دي ساي تقوم بعمل سي دي ساي على الموبايل لوحده والآخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر